بسؤال مباشر استاذ سيف لماذا تعتبرون وتعبرون وتفسرون وتؤولون أيضا كل يعني حينما يكون حديث عن فساد عن سوء إدارة في الدولة تذهبون إلى كلمة مثلا أحزاب السلطة أو الأحزاب التقليدية وكأن الآخرين خارج هذه الدائرة باختصار حتى بالتالي هو من اللي يحكم خلال هذه الفترة يعني متحمل أي مقصب أي مسؤولية يكون هو أمام الانتقاد وهذا حق دستوري كفالة الدستور وهذا من ضمن حريات التعبير بالتالي استاذ حيدر ذكر أيضا عن الصناع الأمريكي أنا معه أتفق فبالتالي لكن الصناع الأمريكي أيضا انجرت بها الأحزاب الأطار التنسيقي اليوم شعار المعقاومة اختفى في هذه الحكومة وأيضا التدخل التدخل الخاص بالسفيرة الأمريكية اللي أنا دائما أشير له إليه تقصى شعار المقاومة المسلحة مقاومة ضد الوجود الأمريكي هذا موجود وانا وانا في ضل هذه الحكومة واختفى عاليا فصال مسلحة موجودة وتعليل موجودة لكن وين أمام التدخلات الأمريكية اللي قاعدة أصير والسفيرة الأمريكية مساوية الوزارات والمسؤولين خانج غانفايت طالع عليهم ما خلت مؤسسة خدمية مؤسسة تشريعية كلها 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 خارج السياقات